أبنى حقيقي من أبناء النادي الأهلي تريزي جي أنا عايز جماعة نشوف بس الفرق ما بين لاعب خرج من النادي الأهلي بشكل ممتاز وعن طريق النادي وبطريقة محترمة وبطريقة بيه وبالنادي وإزاي بيتم استقباله لما يجي زور النادي وإزاي بيكون في حفاوة في الاستقبال ده لما بيجي زور النادي وما بين لاعب يخرج بشكل يعني في مشاكل كتير وفي عدم وضوح بشكل كبير جداً وبتفي بتلاقي الوحده بيتفكت ما حدش بيسمع عنه حاجة ما حدش بياخد باله من أخباره ما حدش بيبقى مهتم أصلاً بأخباره عشان ياخد باله منها فتريزي جي ربنا ربش فيه وعافيه عنده قطع في رباط الصليب وأجرق جراحة وفي البرنامج التأهيل بتقعده الوقتي وماشي بشكل مميز جداً النهاردة كان في زيارة مهمة لناديه اللي اتربى فيه النادي الأهلي وكان حريص جداً أنه هو يسلم على زملائه وعلى مسؤولي النادي وعلى الجهاز الفني وكمان اجتمع بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فهنا الفرق ما بين اللاعب اللي بيحب الأهلي واللي خرج من النادي بشكل وعلى لأن الأهلي مش ما بيقفش قدام مستقبل أي حد خالص لكن الأهلي بيبقى عايز إيه؟ بيبقى عايز أن انت تبقى واضح كده تيجي معاه ضغري ما تعدش بقى تلفه وتدور وقصله ومش أصله بتاعه نا يعني ما يخليك واضح عايز تروح هنا روح مفيش مشكلة لكن ما تلعبش على مشاعر الجماهير تطلع تقول لا مش هلعب في مصر غير للأهلي وأنا مش عارف فيه في الآخر تعمل حاجات عكس كده تماما يعني فده لعب يقدر لعب ليه شعبية كبيرة جدا ما بين جمهور النادي الأهلي لأنه هو يستحق الشعبية دي الواحد يده كتير للنادي الأهلي كمان قبل ما يحترف جاب مع الأهلي بطولات أحرز أهداف كتير ليه بصمات مميزة جدا فهكذا يكون الاستقبال لواحد يستحق هذا الاستقبال وهو محمود حسن تريزيجي النهاردة هو حضر المران سلم على اللعيبة وكان ليه بعض الصور كمان معاهم وكمان اكتبع مع الكابتن محمود الخطيب واللي الكابتن طبعا اتطاب على حالته بشكل كبير جدا وعلى المرحلة والبرنامج العلاجي الخاص به وموعد عودته للملاعب دي كلها أمور مهمة جدا النهاردة كمان تريزيجي على زيارته للنادي الأهلي وعلى اجتماعه بالكابتن محمود الخطيب من خلال حسابه الرسمي على تويتر نشر صوره مع الكابتن محمود الخطيب وكتب تعليق الأسطورة في إشارة لاجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب أكيد عندنا الصور دي لو ينفع نعرضها يا جماعة لأن برضو دي حاجات مهمة جدا كمان أستون فيلا ده الأول كده تريزيجي هو يعني عمل شير أو عمل ريتويت للبوست اللي نزله الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر اللي قال إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حراس على محمود حسن تريزيجي وهو عمل ريتويت للبوست ده أو للتويتة دي وكتب الأسطورة يعني وجنبها قلب في إشارة لتقديره وأحبه وأحترامه الكبير لأسطورة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب كمان أستون فيلا علقوا على زيارة تريزيجي وقالوا إن نجمنا في زيارة لنادي القرن ده اللي كتبوا أستون فيلا على حسابهم الرسمي على تويتر بعد ما أيضا عملوا ريتويت لحساب النادي الأهلي الرسمي اللي تخللوا بعض الصور لللاعب داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة حاجة مهمة جدا وعرضنا كمان لعرضكم لقطات من تواجد تريزيجي داخل مقر النادي الأهلي النهاردة عشان يتطمن على النادي وعلى مسئوليه وعلى اللعيبة وعلى الجازة الفنية حاجة كويسة بصراحة طيب ده طمر فيه التربية طمرت فيه بصراحة التربية طمرت فيه خلية